السلام عليكم المترجم للزياد بديم المترجم للصق أحضان الزاز اخبره. ومعه من قرأة سيد والذي يتعاون مع امه وغيرته. قال setup. وعلى الجديدة لم أتعدني. لقد قلت له منك. وردت عائلين منها من المملكة ومعالي منها من المساعدة ومعالي من المساعدة ومعالي منها لديوا مقبولة لديوا الوضع وما نشعر جميعين لديوا الأرجم ومعالي ومعالي أساسة فمعالي اشتركت والحديد ومعالي قتلوا قتله هنا مدة شرب عيام ولا ما عارس خمس عيام في حالك نزيد هزوني دوني سبيطار دمشي لسبيطار درت سكانير درت سكانير خوتي المغاربة ها السكانير دي الراسي ها هو عطوني ورقة سكانير ها السكانير ها هي ها السكانير مهم خوتي المغاربة كان القادمة كان يطلب الإصلي يطلب السابق يمكن النزيد لا يظهر نحن نبيع الحالة وشدوني معها وشعلك وكانوا يهطوني وإلعني لماذا ها الساساء عندهم استرده ها السماء ها الساساء ها ما ها الساساء عندهم استرده لأنه يريد ان يفاري معي لكي نسمح لهم لذين يشدوش شدوها جوج والثمانية الأخرى ينشدو مش عندهم حوانات عندهم غاراجات عندهم تفرقو الخبز في الدار بيدا كاملة كيف يفرقو الخبز كارم كي يشريو الخبز كارم كيف يفرقو الخبز كارم ديال الدار بيدا كامرة عندهم العودان عندهم بهايم عندهم ديونة مهمة ليناج ذكي الناس أنا اسمحت لهم الدنيا واخيرة أنا مسامح لذلك الناس كيف ينفعلو بإطلاح اهواس وكيف ينفعلو بإطلاح إنهم حجوب الخبز أنا مسامح لذلك الناس لانا عندي ورقة ذي التنازل ومشيت معهم عن السيد واكيل المالك وهوت معهم عن السيد واكيل المالك وواكيل المالك بغايش جبد معهم السيد وكليشو فاساعدة الواكيل العواشرة هدي أنا ما بغين ندير دنيب تواحد قالوا ليين فاسره معاك يا ما أنا من لي ما يعطيني الجوج درام حلال ما عندي من يدير حترجة المليون حرام هذي كتسمى كاملة حرام من اللي ما بغيش يعطيني جوج درام حلال من اللي كان جي نشوف هذ شي كامل هود نتال عند الواكيل والواكيل تلقدو كل الناس معدرت ليوم هنا التلازول خرجوا جينا في حالاتنا قالت هذي الأخرين مسامحين معنا مع بعضياتنا والدي جيتو كي يخدم معايا والدي في عمره 16 عام جيتو كي يتعاون معايا السوق كبير كدوانا رعيا شوية وانتو ما ركتعرفوا الحالة دياري كيف اجدران أنا كبرت جيتو والدي قيتعاون معايا عندي وقت دراصي ما كانش جيتو والدي قيتعاون معايا من الأخر جيتو والدي قيتعاون معايا حطيتو قلبوا لي أنتو نا免ينئ بدك جيلي قلوا لي هذي كان معاهم ديك النار أحنا ذي ميدا تطرقعت عن السيد وكيل ماليك قلوا ليizzy لا اتركنا يا إدارة رشير livro من اللي مشي هنا جيبناهم عايتنا على هذي السيد وش هذي السيد قالوا ما انا ما عارفش كله ضاربني ولكن انا ديرت نازل لهاد سيد عليا والناس اخرين كلنا احنا متنازلين على بعضياتنا علاش ادري ولدي بغاني بني شدو من لي جات الام ديالو والاخ ديالو كبيرة عندها ربعت الولاد والام ديالو عندها ربعت الولاد بقينا صغر شدوهم بكي هضروع على راسهم نطي شديتي الضابيط شديتي ضربتي ايدك معاشي بلاسة قلت لهم اه ضربتوني كده كده هبطي لي يا مرتي وهبطي لي يا بنتي عندها ربعت البناء اربعة الوليدات اذا فينا هو هذا الحق فينا هو هذا الحق الناس المعنيين بالعمر وما احنا انا مضروب وكان سامح لدوك الناس ودوك الناس كي يسامحوا لينا وعلاش يهبطوا لي يا بنتي ومرتي ولادي يهبطوا مليا يباتوا الجمعة والسبت العد علاش حيت واحد ضابيط ضرب يدوم عاشي العيبة ولما نعرف علاش يدان كي تسمى الضلم كين في البلاد انا راك ضرب كتر من السوى عشرين عام ديال الحبس اللي ضرب مشي كافتي خار ولا لا انا رتبت وما بقيش انا كن انا مبقيش نحمل نمشي عندهم ما بقيش نحمل نطل عليهم ما بقيش انا كلكم يزدري كتكون هناك نضرب الدورة بوليس كي يكونوا جايين كنجيب الدورة للي ما بقيش نحمل نشوف فيهم تشوفهم ما بقيش نحمل نشوف فيهم انا مبقيش كنحمل المخزن نهائي انو وصل عنده وفالاخره هو يجي ابنتال عنده اذا هذا كي تسمى انتيقام من اللي ما ينتقموا منانا ينتقموا ليابولدي والدي عنده هستاشر عام عمر كوميثارية مشافة وبقي كيقرة اذا بغيني غرقوه بدكشي لخلابواه بغيني يدفنه بغيني يخسره هو الواحد اللي عندي دري واحد اللي عندي ما عنديش دراري بززاف عندي البنات وعندي دري واحد هو هذا بغيني يخرجوا عليه وعلى الدراسة دياله وبغيني يخرجوا على أمه وخرجوا على أخته عنده ربعات البنات ليلى الله محمد رسول الله اشتركوا في القناة